بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إرشادات سريعة لهذه الفترة من الموسم نحن اليوم في 21-22-22 الموسم المطري إلى حد ما يعني نقدر نعتبره حتى الآن هو من المواسم المتوسطة إلى الجيدة نتأمل إن شاء الله أن يستمر الموسم المطري على الأقل بهذا الشكل حتى يعني شهر ثلاث أي انقطاع للأمطار لا سمح الله سيكون له نتائج غير جيدة على الموسم خصوصا شهر ثلاث فإحنا متأمل إن شاء الله أن يكون هناك أمطار جيدة في شهر ثلاث الآن التغذية الراجعة من الإخوانينا حالين من المناطق المختلفة بتحكم علينا أنه نعطي إرشادات شوية مختلفة أو متفاوتة من حسب قوة الطائفة وموقعك من الأردن بشكل أساسي خلينا نتحدث أول شي عن مناطق الأغوار المناطق الأغوار هي المناطق الأكثر دفئة الآن مع أنه في مناطق كثير من المناطق الشفى غورية ربما فيها النحل أفضل الآن من بعض مناطق الأغوار لكن بشكل عام نجي عن منطقة الغور منطقة الأغوار بشكل عام دافئة الآن يجب الاستمرار في موضوع التغذية السكرية التنشيطية من أجل اللحاق بالموسم الآن في حبوب اللقاح أصبحت الآن متوفرة نحن مش بحاجة لإضافة عجين حبوب اللقاح إلا فقط عند وجود توقعات جوية بانحباس المحل لأيام ثلاث أيام أو أربع أيام عندها ممكن أن يقوم النحال لإضافة العجين البروتينية للإهتياط والعجين السكرية إذا لم يكن عنده مخزون كافي من العسل أما إذا كان النحال قام بالتغذية التنشيطية والنحل عنده مخزون جيد من الغذاء فيمكن التوقف عن العجين السكرية الآن في مناطق الأغوار فقط ربما الاهتمام بالعجين البروتينية إذا كان هناك انحباس لفترة طويلة إذا ما كان هناك انحباس لفترة طويلة ما عندك مشكلة حتى في مناطق الأغوار ممكن النحل الآن قام بالتخزين جيد لحبوب اللقاح الآن الخلايا متفاوتة في ناس عندهم طواف من أربع إطارات ثلاث وأربع إطارات يعني باعتبار ضعيفة وتصل في بعض الأحيان إلى قرابة تسعة وعشر إطارات الآن في بعض الناس يقول لك أنا في عندي نحل تسعة عشرة ثمانية سبعة ففي تفاوت كبير جدا بين النحالين وضمن المنحل الواحد أيضا هناك تفاوت كبير فكثير من النحالين يسألوا شو أعمل الآن شو تعمل هو بيعتمد على شو هدفك أنت من تربية النحل إذا كان هدفك العسل إذا كان هدفك هو العسل نيجع على منطقة الأغوار مثلا منطقة الأغوار عندنا موسم الحمضيات وعندنا الموسم الآخر اللي هو موسم المرار والينبوت والشوكيات هذا هو لتقريرا بشكل أساسي نهيك عن الموسم المتأخر قد يكون اللي هو زي موسم السدر لكننا نحكي عن الموسم الأولية عندنا موسم الحمضيات ومن ثم عندنا موسم الشوكيات والينبوت أي خلية الآن يعني أحنا بنحكي الآن على يعني قرابة نهاية شهر 2 أي خلية الآن ما وصلت سبع إطارات ثمان إطارات نحل في الغالب هذه قد تكون فرصتها للحاق موسم الحمضيات قليل فالآن النحال بدي يقرر إما أنه هاي الخلية بيخليها للموسم الثاني موسم العسل الثاني أو باتخذ قرار بأنه بدي يقسمها هذا بيعتمد على هدفه هل هو يرغب في التقسيم ولا لا يرغب في التقسيم هل هو يرغب في زيادة عدد الطوائف ولا لا ببيع ناحل ولا ما ببيع ناحل هذا الأمر كله بيحتم عليه أنه هو يقرر يأما بروح باتجاه الاستفادة من هذه الطوائف التقسيم أو ممكن يفكر أن يروح فيها لا للموسم الثاني وعادة الخلايا الخلايا اللي بتكون ضعيفة وربما ما بتلحق موسم الحمضيات بشكل جيد بتكون هي الخلايا الجيدة عادة في الموسم الثاني فلا تتعجل إذا أنت هدفك العسل الآن الخلايا القوية بنفس الوقت اللي الآن بدأت تصل إلى عشر إطارات في الغالب هذه أيضاً خلايا تسبب أرق للنحال في موضوع التطريب أحنا يعني متوقع خلال الأسبوع القادم بداية شهر ثلاث أنه نبلش نسمع من النحالين والله في تطريب مثلاً خصوصاً في الخلايا القوية فالنحال اللي أيضاً الخلايا القوية التي يجب أن تدخل للموسم الحمضيات بيكون النحال قادر على السيطرة عليها في موضوع التضريد وهذا طبعاً له موضوع آخر إن شاء الله ممكن نحكي عنه في إضاءة مخصصة لهذا الموضوع مع أنه في فيديوهات كثيرة على القناة إلا أنه رح نرجع نحكي عنها مرة أخرى من باب التذكير الآن فكرة ضم الخلايا أنا ما بدي أزيد عزد الخلايا أنا بدي أخلي الخلايا زي مهم بس بدي موسم عسل بس ما عنده خلايا فوق ثمن إطارات عنده خلايا أربعة وخمسة في هذه الحالة ممكن هذا النحال يفكر أن يقوم بضم هذه الخلايا لبعضها البعض حتى تصبح خلايا قوية ومن ثم تدخل إلى موسم الحمضيات إذا كان هذا الموسم بالنسبة إلى موسم مهم الآن الأمر الآخر بدي يعرف النحال أنه هذه الخلايا من ثلاث أربع إطارات حتى عشر إطارات بدي يعرف ما هو السبب ما هو السبب وراء هذا التفاوت الكبير في القوة ممكن يكون ضعف ملكة ممكن يكون أمراض ممكن يكون أي مشاكل أخرى فلازم النحال يتفحص هذه الخلايا بشكل جيد ويتحقق من عدم وجود أي مشكلة لا في الملكة أو مشكلة في الطائفة بشكل عام لأنه إذا كانت العلة في الملكة هذه الخلية الأربع خمس إطارات لا رح تلحق لا موسم أول ولا رح تلحق موسم ثاني الأفضل أنه خلال فترة الربيع أن يستثمر النحال وجود الربيع وأن يقرر أو يأخذ قرارات صارمة في الكثير من الطوائف والملكات إما بالضم أو بتغيير الملكة أو بقتلها وربما دمجها إلى آخر الآن إذا كانت الملكة وضحها للبيت جيد الخلية خالية من المشاكل فقط هي عبارة عن أنه موجودة على أربع أو خمس إطارات فقط من النحل هذه لا تخاف عليها أبدا إذا انتهمك العسل رح تأخذ منها قطفة ثانية على الأغلب ويكون أمورها جيدة هذا الأمر أيضا ينطبق على موضوع النحل في الشفاء فإذا كان أيضا النحل لسه موسم الشفاء متأخر عن الحمضيات فكل الحديث عن اللي حكيناه هذا لأنه بخص الأغوار والمناطق الحمضيات والموسم المبكر لسه من باب أولى اللي موجود في مناطق الشفاء أو مناطق الجبل إذا كان النحل على ثلاث وأربع أو خمس إطارات فهو جيد أهم شيء أن يقوم النحال بمتابعة هذه الطوائف والاهتمام بها بشكل جيد ومتدرج حتى يصل فيها إلى الموسم نقطة مهمة جدا أنه كثير من النحالين الآن عندما يقوم بالكشف على الخلايا فسأحنا صراحة منحب أنه نتفقد الخلايا ونكشف عليهم لكن يجب أن يكون الكشف سريعا وخفيفا لطيفا يعني ما يكون فيه مطافشة فيه شوية شراسة ممكن تبدأ أن نحن يكون فيه شراسة لكن الهدف الآخر اللي أنا في بالي أنه صحيح الجو بلاش يعتدل الربيع جيد لكن درجة حرارة 20 و22 و25 درجة جيدة لكن درجة حرارة الحضنة يجب أن يحافظ عليها النحن عند 35 درجة الرطوبة يجب أن تكون أيضا مرتفعة فكثير من النحالين بشوفهم مرات بفتح الخلية وبأخذ راحته بطلع البرواز طبعا الهدوء مطلوب الهدوء مطلوب بطلع البرواز بتفقده ممكن مرة مرتين بحطه على جنب بطلع الثاني برد يرجع الأول يعني بتأخذ منه عملية الكشف طبعا هو لأنه ممكن يكون عنده عدد قليل من الخلايا فهو بأخذ راحته الإطالة الأمد في فتح الخلية وتعريضها للهواء الخارجي ودرجة حرارة 20 و25 نعتبرها جيدة بالنسبة لنا هي درجة حرارة سيئة بالنسبة للنحل بالتالي هذا قد يؤدي إلى الإضرار بالحضنة وأنتم تتذكروا وحنا حكينا في إضاءة عن هذا الموضوع فرجناك بالرسومات كيف أن درجة الحرارة مهمة جداً للحضنة وما تقول إليه هذه الحضنة بعد الفقس فبالتالي يجب أن يكون النحال عندما يقوم بفتح الخلية إن شاء الله راح يعني يكون فيه إيضاً فيديوهات ميدانية عندما بدي يفتح الخلية يجب أن يذهب إلى البرواز يعني مش بالضرورة يتفقد خل الخلية ممكن فقط بس يطلع الخلية من فوق هيك يشوف كيف تغطية النحل يأخذ فكرة عن كثافة النحل هل بحاجة إلى إضافة إطار ولا ما بيش بحاجة لكن سريعاً ممكن يروح إلى برواز في الوسط هيك يطلعوا على السريع ويتفقد وضع البيض اليرقات الحضنة المغلقة النمط تخزين حبوب اللقاح كمية العسل المخزنة حوالين الحضنة ويعني سوفت يعني شغل سريع يقوم بتفقد الخلية بشكل سريع ومن ثم إغلاقها حتى يقلل من التذبذب الحراري اللي ممكن تتعرض إلى الخلية في هذه الفترة لغاية الآن ما في عندنا التطريب لغاية الآن ما في عندنا ما في داعي النحال يقعد يدور على بيوت ملكية لكن من هول الأسبوع زمان ممكن في بعض المناطق يبدأ النحال بالاهتمام بموضوع البيوت الملكية وهذا بيقودنا للحديث عن موضوع مهم جدا احنا كنا من الصيف تقريبا من الصيف وفي الخريب وفي الشتاء دائما منقول اضغط النحل اضغط النحل اضغط النحل وخلي النحل على عدد أقل من الإطارات وحتى لو كان بدي يبني لعبة حاول تمنعه ما تخليه دائما خلي النحل مضغوط الآن في الفترة الحالية وهذا كلام سريم حتى الآن الآن إذا بدأنا نشعر أن النحل بدأ يدخل في جو الربيع وفي جو التطور ومتوقع أنه ممكن يدخل في جو التطريد الآن في هذه المرحلة أنت بحاجة إلى التفكير في التوسيع أنه ما توصل النحل إلى مرحلة الضغط الهائل بحيث أنه يطرد ليش؟ عندنا محاضرة وعندنا إضاءة كاملة عن موضوع التطريد بإمكانكم العودة إلها لكن بشكل عام واحدة من الأشياء التي ذكرناها أن النحل التطريد يمر في مراحل المرحلة الأولى أنه النحل ممكن يبدأ ببناء كؤوس فارغة هذه المرحلة الأولى المرحلة الثانية أن الملكة ممكن تضع بيض في هذه الكؤوس المرحلة الثالثة أنه البيض يفقس ويصير في عليه غذاء ملكي ويبدأ النحل ببناء البيت الملكي بشكل جيد المرحلة الرابعة وهي مرحلة إغلاق البيت الملكي والمرحلة الخامسة هي مرحلة التطريد الآن بمجرد ما شفت أنت بناء كؤوس فارغة في هذه المرحلة يجب على النحال أن يبدأ بالتفكير بالتوسيع يعني خلي دايماً زيادة عند النحل خلي عند النحل دايماً وسع زيادة في هذه المرحلة ما عندك مشكلة درجات الحرارة رايحة للاعتدال درجات الحرارة عندك تغذية أهم شيء أن يكون النحل عنده تغذية جيدة وبالتالي زيادة عدد الإطارات في هذه المرحلة لا تشكل خطر بالعكس في هذه المرحلة مطلوب أن يقوم النحال بزيادة عدد الإطارات ربما حتى أكثر شوي من حاشة النحل فلا بأس إذا أنا جيت على خلية وبدأت تزدحم أني أقوم بإضافة إطارين أساس طبعاً وين إضافة الأساس؟ دائماً على أطراف عشي الحظان ليش أساس؟ لأن الأساس نفسه أيضاً يقلل من رغبة النحل في التطريق ابتعد عن إضافة الإطارات المنطوطة وحط إطارات أساس مع شوي التغذية تنشيطية ستجد أن النحل بيكون وضع أفضل الآن نيجي على الخلية الخلية اللي وضحها أصبح الآن عشر إطارات مينة حليم يقول لك أنا في عندي نحل صار عشر إطارات الآن بدنا نيجي لموضوع اللي هو الطابق الثاني النصيحة الأولى يجب على النحال أن لا يقوم برفع أي إطار من الطابق السفلي إلى الطابق العلوي مباشرة إذا أنت شفت أن الخلية امتلأت عشر إطارات حتى أنا ممكن أنا مرات بعملها إذا كانت الخلية وصلت تسعة يعني الخلية تسعة بس خوفا من أنه يصير فيه أنها تنضغط ممكن أحط لها الطابق الثاني بس شو بحط في الطابق الثاني بحط إطارات أساس فقط ممكن أحط أربعة أو خمس إطارات أساس في الوسط أترك الخلية ما هو الهدف من أنه النحل ما ينشعر أو ما يشعر بأنه انضغط بمجرد ما أنه النحل شعر بأنه انضغط وبدأ ببناء الكؤوس الملكية ولنفرض أنه بالصدفة بعضة الملكة في أحد هذه الكؤوس وفقست هذه الخلية دخلت في مرحلة خطيرة من التطريد في بعض الأحيان عندما يدخل النحل في حم التطريد لا يعود مهما حاولت أنت كنا حال لن تصل في نتيجة مع هذه الخلية بالعكس ممكن تطرد غصبا عنك وإذا ما طردت رح تلاحظ أنه أداء الخلية كله صار تعيس خلص الخلية كلها بطلت تشتغل بطلت تعمل بطلت تجمع رحيق بطلت والملكة بتوقف عن البيض وحتى بعد فترة ممكن تلاقي أن الخلية يعني ضعفت وانهارت فإحنا ما بدنا نوصل النحل إلى المرحلة اللي يدخل فيها ما هي زي السويتش عملية التطريد هاي قرار التطريد هو سويتش فأنا ما بدي أوصل النحل لهاي المرحلة إنه بس يقول خلص بدي أطرد صعب مرات أن رجعوا عن هذا القرار وبالتالي التوسعة قد تكون جيدة في بعض الأحيان لكن توسعة مع الاحتفاظ دائما بالذاكرة أن النحل أهم عنصر عنده موضوع الحرارة والرطوب فأنا إذا رفعت الطابق الثاني وبلشت أطلح حضنة من تحت لفوق شطبت الخلية لأنه لن تستطيع الخلية أن تحافظ على الحرارة مرة واحدة كانت موجودة في فراغ أو حيز أربعين لتر فجأة واللهي كمان فوقيها كمان أربعين لتر الآن بدأت تقوم بالاهتمام بتعامل مع ثمانين لتر بدل أربعين لتر هذه النقلة الكبيرة جداً تخلي النحل ربما يكون غير قادر على الحفاظ على حرارة الحضن بشكل جيد وخصوصاً إذا إجاء له منخفض مثلاً بتكون يعني إيش؟ كملة وبالتالي فضلاً يقوم النحل برفع طابق ثاني والطابق الثاني يحط فيه أساس فقط إطارات أساس فقط وقوم بتغذية الخلية لأن إذا بدأ النحل بالصعود من الطابق الأول إلى الطابق الثاني لحاله وبلش يقطعه على الطابق الثاني وبلش ينفخ بالأساس هذا مؤشر قوي على أنه كثافة النحل جيدة ومؤشر جيد على أنه النحل ممكن يتقبل إضافة المزيد من الإطارات بس يطلع النحل ويبني على الأقل إطارين أو ثلاث أساس فوق وممكن تطلع الملكة تبيض فوق ما عندك مشكلة يخلي الملكة تبيض فوق عندها يمكن أن يفكر النحل بأن يبدأ بإيش؟ بنقل إطارات من الطابق الأول تحت إلى الطابق الثاني مثلا أنا حطيت أربع أو خمس إطارات أساس مثلا بدأ النحل ينفخ بهاي الإطارات وبدأت الملكة بوضع البيض في ثنين ثلاث إطارات بنزل هذول الثنين ثلاث إطارات اللي وضعتهم الملكة فيهم البيض تحت وبطلع بدالهم إطارات سوداء قديمة وإطارات حضنة مغلقة على الأغلب هذا أول شيء بعزز فكرة تجديد الإطارات في الطابق السفلي فأنا هيك قاعد بعطي الأبيض دائما أو الإطارات الأساس تحت في الصندوق التربية وبطلع الإطارات القديمة السوداء إلى الطابق العلوي هذه الإطارات السوداء إذا كانت من الإطارات التي يجب التخلص منها بعدما تفقس الحضنة والآخرية ممكن نتخلص منها وبالتالي نجدد الإطارات إذا كانت من الإطارات اللي يمكن أن يستخدمها النحل في تخزين برجع مرة أخرى أذكر أن أهم شيء الآن هو تقييم أداء الملكات تقييم أداء الملكات أي ملكة نشعر بأن النمط الحضن فيها غير جيد يفضل الاستفادة من الربيع في تغيير هذه الملكات وكل نحال لازم يكون عنده خيارات لازم يكون عنده القدرة على تربية ملكات من سلالة جيدة ويكون دائما محتاط أي خلية يشعرون فيها مشكلة ممكن أن يقوم بقتل هذه الملكة وتغييرها بملكة جديدة من سلالة جيدة في بعض الأحيان ممكن ندخل في حم التطريد في خلايا ممكن غصباً عنك بدأت تدخل في موسم التطريد في ناس كثير بيستخدم الإطارات التطريد نفسها بيقول لك خلنا أقسم الخلايا هاي وأكثرها وأستفيد منها هذه العملية تعزز من صفة التطريد في المنحل خصوصاً إذا كانت الخلية عندها نزع التطريد يعني غير مبررة مرات يعني الخلية لسه ما نضغطت كثير لسه شوي الجو يعني مش مهار ومع ذلك تاقي الخلية بدأت بالتطريد هاي في الغالب صفة وراثية حتى الصفة حتى الملكات الهادئة وغير ميالة للتطريد إذا حطيتها في وضع وحشرتها وضغطت كثير رح تطرد لأن هذه يعني غريزة لكن نحن نحكي عن الخلايا اللي ما فيه ما يبرر وبتلاقي النحل بدأ يبني بكؤوس ملكية للتطريد بيجي النحال قولها خليني أقسمها وأستفيد منها أنت تعزز من صفة التطريد في المنحل وهاي رح تعمل لك مشاكل في المستقبل أنا بفضل دائما النحال أن يكون قادر على تربية الملكات إما بأي طريقة مناسبة إما بالطرق البسيطة أو بطريقة الجنتر أو الآخرين بحيث أنه دائما يكون عند بيوت ملكية أو عذارة من سلالات محترمة وجيدة وصف ملكات جيدة ويستخدمها في تغيير الملكات أو عند التقسيم ويستغل الربيع أنا بنصق النحالين استغلال الربيع في موضوع تربية الملكات وتقسيم الخلايا مرة أخرى النحال اللي بده عسل بده يحدد وجهته والنحال اللي بده تقاسيم ونحل وملكات بده يحدد وجهته من الآن نتمنى لكم إن شاء الله دائما أن يكون الموسم موسم خير وبركة إن شاء الله في القريب العاجل سيكون لدينا بعض الفيديوهات الميدانية إن شاء الله نرىكم العافية نراكم أخير